مجلس الشراء وعون مشروع بقانون كانت هي محصلة ما أنجزه مجلس الشراء خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بحسب ما أظهرته الإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس ولعل أبرز هذه المشاريع بقوانين كان مشروع الموازنة العامة للدولة لسنتين الماليتين 2015-2016 الذي أحيل مؤخرا إلى الحكومة تم حالة مجموعة 16 موضوع إلى اللجنة المالية وقتصادية بمجلس الشراء طبعا هذه المواضيع كانت تشمل مراسيم تشمل مشاريع بقوانين وتشمل أيضا مقترحات بقوانين يمكن أهم موضوع هو مشروع الميزانية العامة للدولة والتي تم تم إقرارها من خلال اجتماعات كانت 11 اجتماع مع مثل الحكومة وأيضا مع مجلس النواب كما احتل مشروع قانون الإسكان جزءا كبيرا من نقاشات مجلس الشراء خلال الدور الأول حيث تم استحداث شرائح جديدة للاستفادة من الخدمات الإسكانية ضمت الأراملة والمطلقات فيما لم يتبقى على إنجاز مشروع القانون سوى عدد من المواد التي جرى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن المقرر أن تحال للمجلس في بداية دور الإنعقاد الثاني مشروع القانون الأهمية استغرق كل هذه المدة لأنه يتكون من 57 مادة بأنه في الأصل كان 38 إنما بعد التعديل والإضافة والحدث بعض المواد وكانت اجتماعات اللجنة بمعدل اجتماعين في الأسبوع لجنة الخدمات بمجلس الشورى قدمت خمسة مشاريع بقوانين مررها المجلس للحكومة تضمنت إدخال تعديلات على قانون تنظيم معاشات التقاعد لموظفي الحكومة وعلى قانون التأمين الاجتماعي في خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الماضي أنجزت اللجنة 19 تقرير متعلق بمشاريع قوانين ومراسيم بقوانين واقتراحات بقوانين متعددة وطبعاً هذه من مجمل 24 موضوع أحيلة إلى اللجنة من ضمن هذه المشاريع اللي هو مشروع قانون تأمين الصحي للعاملين الأجانب وأسرهم وأيضاً مشروع قانون وقاية المجتمع من مرض الإيد ومع بداية دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع من المتوقع أن يلقي الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين المتأثر بهبوط أسعار النفط بظلاله على الجلسات القادمة ليشغل الحيزة الأكبر من النقاشات سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر